ما زلنا في بداية العام الجديد لكن كان هناك العديد من الهاتف الخرافية في الفئة الرائدة والمتوسطة والفئة الاقتصادية لكن المفاجآت لا تتوقف عند هذا الحد فشركة ريلمي قامت بترح هاتف بمواصفات رائدة لكن هذه المرة في الفئة المتوسطة العلي خليك تستنى هذا الهاتف بفرغ الصبر وهو الريلمي جي تي نيو 5 وهذه استلتلة بشكل عام وميزة جدا خصوصا الهاتف السابق الريلمي جي تي نيو 3 كالعادة نحن تعرف على المواصفات الكاملة للهاتف سعرها بالدولار سعرها بالدينار الجزائري فابقوا معنا السلامة الخوة مرحبا بكم في فيديو جديد معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كامل بخير كالعادة قبل ما نبدأ لايك للفيديو واشترك في القناة اذا كنت شاهدني لأول مرة والان نبدأ على بركة الله اولا التصميم هذه المرة غير فهو مختلف عن تصاميم هواتف ريلمي السابق فالظهر يتميز بإطار بعرض الهاتف وداخل هذا الإطار في إطار آخر للكاميرات بارز بشكل طفيف كما تلاحظوا في شريط مستطيل عبارة عن ليد يشتغل عند الشحن وإشعارات المكالمات وغيره من الأمام شاشة منحنية لكن إنحنا طفيف تتميز بثقب في المنتصف كما أنه مستشعر بصمة مدمج أسفل شاشة الخامات من زجاج مع فريم من البلاستيك أما الوزن فهو 199 جرام وزن متوسط كما أن أبعادها ممتس بشكل عام تصميم مختلف وجديد من شركة ريلمي خصوصا مع لمسة الإضاءة الخلفي نبدو الآن بالمميزة القوية فعلا في الهد وأولها شاشة من نوع آموليد مقاسة 6.74 إنش بجودة الفول اتش دي بلاس لكن دقتها عالية جدا 451 بيكسل في إنش تتميز بمعدل تحديث عالي جدا 144 هيرتس وهذا المعدل رح يديك سرعة واستجابة عالية جدا في فتح وغلق التطبيقات يعني رح يديك أداء مريح جدا عند الاستخدام الشاشة رح تديك أيضا متعة مشاهدة حقيقية فهي تدعم الـ HDR10 Plus تدعم مليار لون لذلك رح تستمتع بالألوان المشبعة والدقة العالية بالإضافة أنك تقدر تستخدم الشاشة تحت ضرب إيضاءة قوية فهي تدعم سطوع عالي جدا يصل لـ 1400 نيس بشكل عام شاشة قوية جدا ورح تستمتع بهذه الشاشة لأقصى درج وبالنسبة لأقوى ميزات الهاتف أيضا هي الأداء فهو مزود بأحد أفضل معالجات الرائدة وهو Snapdragon 8 Plus الجيل الأول والمعالج الرسومي Adreno 730 معالج قوي جدا ورح يقدم لك أداء خرافي في جميع المهم اليومية وبأعلى مستوى من الأداء سواء في استخدام العادي أو المكذب لكن المميز أكثر تجربة الألعاب على هذا الهاتف رح تكون استثنائية بسبب هذا المعالج ومعدل التحديد واللمس العالي للشاشة لذلك سيقدم لك الهاتف متعات أداء بمستوى الهواتف الرائدة بدون مناسة أما الخيارات اللي يوفرها الهاتف هي 8 جيجا مع 256 وعندك 2 جيجا مع 256 وعندك أعلى نسخة وهي 16 جيجا من نوع LB DDR5X مع 256 من نوع UFS 3.1 ويعمل بأحدث نظام أندرويد 13 وأحدث واجهة من ريلمي UI 4.0 من المميزات المهمة والقضية أيضا في الهاتف هي جودة كاميرات خرافية فالعدسة الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة 1.9 تأتي بمستشعر سوني AMX 890 بها مثبت بصري وإلكترون الثانية 8 ميجابيكسل للتصوير الواسع والثالثة 2 ميجابيكسل لميكروسكوب هذه الكاميرات تصور فيديو حتى 4K بمعدل 30 و60 فرم فيتاني أما العدسة الأمامية فهي 16 ميجابيكسل بفتحة 2.5 تدعم تصوير الفيديو Full HD بمعدل 30 فرم فيتاني الكاميرات لحد الآن لم تختبر بشكل احتراف لكن الأكيد ستكون واحدة من أفضل الكاميرات في فئة السرية فالعدسة الرئيسية تتميز بسنسور من الفئة الرائدة ومعالج مميز من كوالكوم سيقدم لك أفضل جودة صور وفيديو ممكن تحصلها في هذه الفئة السرية لذلك أنا شخصيا أتوقع أنها ستكون الأفضل بدون مناسة ومن الميزات القوية في الهاتف أيضا هي بطارية 5000 ميلي أمبير مع شاحن خارق بقدرة 240 وات يشحن هذه البطارية في 10 أو 20 دقيقة تقريبا في نسخة أخرى بشاحن بقدرة 150 وات بطارية كبيرة وشواحن خارقة سواء 240 أو 150 ماذا تريد أكثر من ذلك من المميزات الإضافية في الهاتف أنها يدعم سماعة ستيريو ويدعم خاصية الـ IR للتحكم بالأجهزة الكربائية يدعم خاصية الـ NFC ويدعم شريحتي اتصال لكن هناك بعض التنازلات أهمها منفذ 3.5 مل لسماعة غير موجود ولا يدعم كارت ذكرى خارجي كالعاد الهاتف صراحة خارق بكل متاني من كلمة فالتصميم أنيق والشاشة في مستوى عادي جدا وعندك معالج رائد يديك أقوى أداء والكاميرات مميزة جدا وعندك شواحن خارقة والعديد من المميزات مستحيل تحصل بهذا العتاد والسعر فولا يتعدد 370 دولار بالنسبة لنسخة 150 وات أما نسخة 240 وات فهي بسعر 470 دولار يعني سعره بالدينال الجزائري بين السبعة والثمين ملايين وهو سعر خرافي جدا بكل متاني من كلمة الهاتف حاليا نسخة صينية في انتظار النسخة العالمية وأنا شخصيا أتوقع رح تكون بعتاد أقل من النسخة الصينية سؤال لكم الخوة وش رأيكم في هذا الهاتف وسعره وهل تتفق معايا أنها الأفضل حاليا في فياتي السعرية أم لا أتمنى تكتب لي رأيك في تعليقه كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الريلمي جي تي نيو فايف في الأخي متنساش دعمنا بلايك وتشترك في القناة وضمتم في رعاية الله وحبتي